السلام عليكم تزامن هذا الحدث المهم الذي شارك فيه العراقيون جميع قواتهم وشعبا مع انطلاق عمليات جهاز مكافحة الإرهاب ضد بعض الخلايا النائمة لداعش هذا التزامن يؤشر أن بلدنا ما زال تحت التهديد وأن قواتنا تقوم بواجبها على أكمل وجه ثم انطلق المجلس في أعماله الاعتيادية التي تبدأ عادة بتقديم تقرير عن الوضع الصحي وقضية كورونا قدم وزير الصحة ملخصا عن المستجدات التي تتعلق بهذا المرض والفيروس وأشار إلى انخفاض نسبة الوفيات نسبة الإماتة إلى 2.2% هذه النسبة أشارناها أسبوعا بعد أسبوع بنخفاض مستمر والحمد لله قابل هذه النسبة بالمنخفضة بازدياد الفحوصات والاهتمام بالوضع الصحي عموما وانتهى النقاش في هذه المسألة إلى أن أصدر مجلس الوزراء توجيها واضحا بدعم وزارة الصحة في مسألة الحصول على اللقاح هناك لقاح واحد الآن أقرته منظمة الصحة العالمية تعمل وزارة الصحة على التعاقد من أجل الحصول عليه ونالت دعم مجلس الوزراء في ذلك أما فيما يتعلق بالقرارات فأول القرارات يتعلق بوزارة النفط كان هناك قراران لمجلس الوزاري للطاقة أقرهما مجلس الوزراء هذا اليوم ووافق عليهما الأول يتعلق بتجديد عقد حفر آبار في حقول شرق بغداد لصالح شركة الحفر العراقية والقرار الثاني الذي وافق عليه مجلس الوزراء هو توفير خدمات جس الأبار لصالح شركة نفط الوسط هذه الخدمات توفرها شركة الجس العربية قرار آخر يتعلق بدعم شبكة الإعلام العراقي وذلك بإصدار قرار بشراء شاشة تفاعلية للشبكة تدعم فعالياتها وأنشطتها وترفع من كفاءتها قرار الرابع يتعلق بالموافقة على تخفيض أجور الموازين الجسرية العاملة في المنافذ الحدودية كان هناك تخفيض يبلغ النصف تقريباً في هذه المسألة الشيء الآخر كان هناك قرار بإنجاز مشروع بوابات النفاذ الدولية لخدمات الإنترنت هذا المشروع مهم جداً ونوقش في مجلس الوزراء هو ستراتيجي لأنه يحل مشكلة طالما عانيناها هنا في بلدنا وهي تهريب ساعات الإنترنت هذا المشروع أيضاً حين يمنع تهريب ساعات الإنترنت يحمي البيانات من الاختراق وهذا هو استكمال لمنهج الحكومة في مسألة السيادة الرقمية هذه مجمل القرارات هنا قرارات أخرى سيصدرها المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء تفصيلاً أرحب الآن بأسئلتكم السلام عليكم معالي الوزير سجاد الموسى ومن العراقية الإخبارية شبكة الإعلام العراقي طبعاً سؤالي بعد ربما تحديد جلسة السبت المقبل جلسة طارئة لمناقشة والتصويت على موازنة 2021 هل تجاوزت الحكومة العقبات الثلاثة العجز المالي اتفاق الكتل حصة الأقليم في هذه الموازنة وأيضاً هل هناك معالجات لبعض المتطلبات عن طريق درجات الحذف والاستحداث شكراً جزيلاً قانون الموازنة قانون شامل يشمل كل هذه الأشياء التي تحدثت عنها وبما أننا على وشق عقد هذه الجلسة المهمة والأساسية لتصويت على قانون الموازنة هذا يعني أننا عالجنا كل هذه النقاط الأساسية بمفرداتها جميعاً هذا الموضوع تعلمون أعلننا عنه مراراً لكن النقاشات مستمرة فيه وفي كل مرة يؤجل لصالح أن نصل إلى صيغة يمرر فيها القانون في مجلس النواب وإن شاء الله نحن على وشق عقد هذه الجلسة لتمرير القانون السلام عليكم حيدار الشيخ مراسل الكارنة الشفق نيوز وإذاعة الشفق تشير تسريبات لوجود ضغط على سيد الرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يحود دون مضيب الاتفاق المالي مع أقليم كردستان بشكل عام ما الذي يمنع من هذا الاتفاق أو مضيب هذا الاتفاق وشكراً يعني نحن لا نتحدث عن تسريبات نحن هنا في مجلس وزراء أعتقد ما أشرت إليه يتضمن في قانون الموازنة قانون الموازنة هو الذي يكشف كل هذه التفصيلات التي تتعلق بالإقليم وحصته في هذا القانون ولذلك نحن نحتاج إلى التريث قليلاً في الاعتقاد بهذه التسريبات حتى يبرز القانون ويناقش ويقر شفان جباري مراسل قناة كردستان 24 سؤالي هو وفاة حكومة أقليم كردستان تقول إنه في طار قانون اقتراض مستعدون لتسليم كافة المستحقات النفطية وغير نفطية وفي مقابل ماذا ستقدم حكومة مركزية لحكومة أقليم؟ أنا قلت سابقاً والحكومة أعلنت أن هناك التزاماً من حكومة الإقليم بقانون الاقتراض وهذا القانون هو المظلة التي ستحكم كل الاتفاقات فيما يتعلق بالحصص والالتزامات على الجانبين جانب الحكومة المركزية وجانب حكومة الإقليم إذن لا نريد أن نتحدث هنا عن رؤى وخيالات بقدر ما نريد أن نقر الاتفاقات المكتوبة في ضوء قانون الاقتراض وفي ضوء التزام الإقليم به السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم نستمعون الاتفاق على صفحة الإقليم هل هذا الاتفاق طريقة في وفاق الإقليم؟ هل هذا الموضوع هو النتيجة في التخبر؟ أنا أقدر الظروف التي تخيم على الوضع المالي هذه الأيام بالنسبة للناس جميعا والحكومة تأخذ بالحسبان كل هذا القلق الواقع أسئلتكم اليوم كلها تصب في مسألة قانون الموازنة أنا أعتقد سعر صرف العملة يتعلق أيضا بالموازنة وما سيقر فيها ولذلك نحن لا نتحدث عن أشياء تحدث أو كلمات تطلق هنا وهناك في السوق بقدر ما نريد أن نتريث وننتظر حتى يظهر قانون الموازنة شكرا جزيلا لكم